السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في بلاغ إخبار الوزارة التربية الوطنية أنه مجموعة من الخدمات التي تتعلق بامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا أصبحت تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها يعني ضروري خصني البطاقة الوطنية باش نستطع الولوج لبعض الخدمات التي تتعلق بالجتياز لامتحان الوطني من بين هذه الخدمات الخدمات تدخيق المعطيات الشخصية للمتراشح يعني هذه الخدمة هذه إلا بيت ندخل لها باش نشوف المعطيات الشخصية ديالي خصني ضروري نكون كنتوفر على البطاقة الوطنية أيضا خدمة طلب منحة التعليم ما بعد الباكالوريا يعني الطلب جل منحة حتى هو أيضا خصني نتوفر على البطاقة الوطنية أيضا خدمة الحصول على نتائج الباكالوريا خدمة وضع الشيكاية الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية يعني بعد جياز الامتحان إلا بيت نشوف النتائج ديالي خصني البطاقة الوطنية وأيضا إلا بيت تصحيح مثل ورقة ديالي خصني أيضا البطاقة الوطنية فجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهدات الباكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة يعني خاصنا ضروري أو خاص تلميذ يتوفر على البطاقة الوطنية يعني هذه فرصة باش تلميذ والتلاميذ لكن السنة الثانية باكالوريا أنهم يصابوا هاد البطاقة الوطنية الإلكترونية يعني باش يستفدوا من هذه الخدمات هذي ومن الأفضل يعني يسارعوا في إعداد دل هذي الوطائق باش تخروا إن شاء الله لهم البطاقة في أقرب وقت إن شاء الله وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر